السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما في إطار سلسلة دروس امتحان جيهوي للفرنسية رواية لابوطة مرفاي وتتم للدروس السابقة قبل أن نضع الملخص في كل شابتر من شابتر القصة خاص ضروري تكون لديكم فكرة عامة على الخطوط العريضة في كل شابتر وهذه هي التي ستناولها في هذا الفيديو إن شاء الله البوطة مرفاي من 1954 نصدق لعجائب على الف سنور باوخمسين لحمد سفريوي رزمي دلوز شابتر يعني مولا خاص الانتاج الادابي تناعش شابتر لستركتور دلوغر يعني هيكالا ديال الانتاج الادابي الانتاج الادابي الانتاج الادابي الانتاج الادابي يعني سيدين محمد في الزنقا وفي البيت الدار سنة ديبان موغ المشهد ديال الحمام التقليلي للا ديسبت ديال مره عبك الوازين الخصوم اللي وقعت ما بين الوم ديال سيدين محمد و ديال جارة 2 شابتر 2 سنة ديال زيارة ديال داريح رابط ديال وزناج ديال فم يعني الالاقات ديال جورا مابي الاليالات وطريطان لإكال كورانيك يعني امسيد فكرة القران داري لغيسي ديال جورا ديال زينب القصة ديال زينب من اللي تفدرات من اللي تلفات فات بوغلي غو تفايدو زينب يعني حفل دارتو مامات زينب من اللي القو من اللي القو رابعا 4 لما لغ دايشة أحزان وهموم عيشة لغيسي ديال عبد الله يعني الحكاية ديال عبد الله 5 خمسا اللي مالور دايشة يعني احزان إيشة دايمن جواء ومالادي المنزل المنزل يعني التكوين تقافي ديال تفل يعني سيدي محمد يعني احزان بيجو يعني في صوك مجوهرات المنزل 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 مع الدلال يعني هنا الأحداث اللي يقول ما بين الدلال والآب ديال سيدي محمد يعني ضربة ضربة المنزل المنزل يعني المنزل المنزل محمد ومالادي العيشة لك المشاكيب والإحزان اللي يقولها 9 9 غوين ديبار ايسان يعني يعني هنا الآب يقلب عمال خارج مدينة فاس منادي ديال يعني أمراض محمد فيزيط زيارات الدريح أو الأدريحة عاشرا 10 فيزيط فيزيط العرافي السيف يعني هنا زيارة ديال سيد العرافي ديك شواف والتأثير على الطفل لانانس دين بون نوفال يعني خبر زوين جابتو عيشة 11 11 دينوم درام يعني حل الحل العقدة المشكلة الدراما للعيشة 12 12 لغتو ديب إلى جواء فاميليال يعني رجوع الآب والفرحة العائلية سيدة محمد وختاما أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو الخاص برواية لابوتا ميرفي إذا كنتوا بغين تكون عندكم فكرة على الأماكن والشخصيات وكاتب القصة لابوتا ميرفي مع لكم إلا ترجعوا الفيديوهات السابقة باش تفهموا أكثر والله يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة